بسم الله الرحمن الرحيم في الدرس السابق شرحنا كيف انك لما تجيك مسألة كيف تتعرف على وجود جملة شرطية كيف تكتب الجملة الشرطية هذه بشكل سريع يعني على وراك يعني عشان تتأكد يعني انك فهمتها بشكل جيد بعد كده كيف تحولها البرنامج زي ما تشايفين هنا حولناها الى برنامج بس الى الان شفنا كيف طبعا كيف تكتب الجملة الشرطية والإف ستيتمنت كيف تكتب بلغة الجافة بس الى الان ما شفنا كيف تتنفذ عشان نفهم كيف تعمل بالضبط حين مكتوب البرنامج خلو نسوي كومبايل بعدين نسوي تنفيذ البرنامج عشان نشوف كيف يعمل البرنامج طبعا البرنامج راح يبدأ في البداية اول شي راح يسوي سكانر عشان يقرأ من المستخدم تنطع ما هي منها كيف البرنامج يسوي سكانر ويسوي أبجيكت طبعا شيف نحن قابل الأبجيكت راح يطبع لنا زي راح يطبع لنا البرنامج شي اسمه عبارة انتر دابليو او ادخل دابليو زي ما انتم شايفين هنا الاوت بتحقق البرنامج بعد كذا راح يقرأ الوزن بالكيلو جرام خلو نعطيه وزن معين مثلا نفرض انه نعطيه وزن ثمانين مثلا نزين انتر اعطينا وزن ثمانين بعد كذا راح البرنامج يطبع لنا بعد ما يقرأ راح يطبع لنا ادخل الهيت او اله فطبعنا الكلمة هذي راح تشوفوه هنا انتر ايتش الخطوة التالي يقرأ الهيت او الهيت او الهي او الخلو نقول انه الطول هو متر وثمانين سانتي مثلا بنقول وان بوينت ايت لأنه نلازم بالمتر الطول بعد كذا نضغط انتر فدخلنا الان الطول الخطوة التالية هي أنه البرنامج قرالنا طبعا الطول راح يحسبنا البي ام آي أو مؤشر كتلة الجسم ومؤشر كتلة الجسم لهذا الشخص يساوي خلونا نحسبه هو 24.7 أو فاصلة 69 هذا هو هذا هي الناتج هذا هو البي ام آي حق الشخص خلونا نخزنه نسوي لعملية تخزين هنا الآن بعد ما حسب الآن راح الكمبيوتر يحدد هل الشخص هذا سمين أو نحيف أو سمين جدا يعني راح يحدد بناء على إيش طبعا بناء على ال if statement اللي كتبناها هنا حين كتبنا ال if statement هذه بناء على السؤال اللي جانا إذا كنت تذكرون السؤال زين كيف راح تتنفذ ال if statement أول شي طبعا راح ينتقل راحظون التنفيذ عندنا في طيلة الفيديوهات السابقة كان التنفيذ ينتقل من statement لstatement طبعا ممكن يقول واحد من سطر لسطر لكن الأفضل نقول من statement لstatement زين لين ممكن تكون statement في أكثر من سطر ما في مانع ممكن تكون statement في أكثر من سطر يعني ممكن هنا مثلا أكتب سكانر ريدر بعدين أحط enter لسطر جديد وبعدين يساوي new scanner system.زين فإذا التنفيذ كان عندنا يتم من statement لstatement اللي بعدها مضبوط أو سطر للسطر اللي بعده فلأول مرة الآن راح نشوف أنه control flow ما يسمى بcontrol flow أو سير التنفيذ سير عملية التنفيذ راح يكون ما هو بشكل من سطر للسطر اللي بعده أو من جملة الجملة اللي بعدها لا الف statement التنفيذ حقها مختلف خلنشوف كيف تنفذ الف statement زين أولا راح يشوف الشرط أول شي جاء الف statement راح هو شي يشوف الشرط زين الشرط هو شي يقول هل BMI أصغر من 18.5؟ طبعا أول شي أخذ BMI هنا زين؟ طبعا هذا الشرط عبارة عن expression زين؟ أو تعبير تعبير منطقي نقول وليس رياضي لأنه في عمليات مقارنات ليس عملية جمع طرح دا وإنما عملية مقارنة على عكس التعبير اللي هنا عندنا هنا هذا mathematical expression أو arithmetic expression هنا هذا logical expression زين تعبير منطقي يقارن لنا بين قيمتين قيمة BMI اللي هي تساوي 24.69 إلى آخره و 18.5 فطبعا واضح أنه 24 أكبر من 18.5 إذن قيمة الإكسبرشن هذا راح تكون إيش؟ راح تكون false logical expressions التعبير المنطقية هذه يتكون true يتكون false يا صحيحة يا خاطئة زين؟ فقط ما لا نلقي أحد قيمتين إما صحيحة أو خاطئة دائما الشرط يكون يا شرط متحقق يا شرط غير متحقق أو شرط نقول شرط صحيح وشرط خاطئ نقول أن الشرط يتحقق إذا كانت الشرط صحيح إذا كانت صحيحة وشرط لا يتحقق إذا كانت هذه false أو خاطئة فإذن هنا عندنا شرط غير متحقق قيمة هي false واضح طبعا أنه 18.5 أصغر من 24 طيب إذن إذا ما تحقق الشرط اللي عندنا حق الـ statement هذا يعني أنه ما راح يتنفذ زين؟ ما راح تتنفذ الجملة اللي جوه الـ statement هذه نسمي هذا الـ body حق الـ statement أو الجملة اللي نقول لحنا محروسة بالشرط هذا فإذاً this condition guards this statement أو يحرص الـ statement هذه ما تتنفذ statement إلا ما يتحقق الشرط هذا ومعنى أن يتحقق الشرط هذا معناته أن الـ expression هذا أو الـ logical expression يعطينا value true الـ logical expression يعطينا value false فإذا ما راح تتنفذ الجملة هذه بكل بساطة يعني بعيدا عن الـ concept هذه حق الـ computer science بكل بساطة نقول إذا ما تحقق شرطنا ما راح ننفذ العبارة هذه والجملة هذه إذا ما تحقق الشرط نروح اللي بعده طبعا واضح جدا منطقيا يعني نحنا نبي نقارن إذا الـ BMI أصغر من 18.5 هل الـ BMI أصغر من 12.5؟ لا طبعا ما هو أصغر فإذا ننتقل مباشرة للـ F الجاية else عندنا else وإلا زين وإلا راح تشوفنا كل الباقي هذا مضبوط فالآن جاي بشوفنا الباقي هذا الباقي هذا إيش؟ هذا عبارة عن F statement مرة ثانية زين فإذا ننتقل للـ F statement هذه وناخذ الـ condition حق الـ F statement زين والـ condition حق الـ F statement هنا عبارة عن logical expression يتكون من قسمين القسم الأيسر والقسم الأيمن قسم اليسار الـ and والقسم اليمين الـ and زين فإذا نشوف القسم اليسار الـ and هل الـ BMI أصغر من 25؟ الـ BMI عندنا 24.69 إذا هو أصغر من 25 إذا قسم اليسار راح يعطينا true زين بس إلى الآن ما انتهينا من الشرط هذا حتى يتحقق الشرط اللي عندنا هنا يجب أن القسم اليسار يتحقق والقسم اليمين يتحقق زين هنا هذا حاجة مهمة جدا مضبوط إذا يجب أن يتحقق اليسار وتحقق اليمين يجب أن يكون الـ BMI أصغر من 25 و إذا يكون الـ BMI أكبر من أو يساوي 18.5 ما يكفي فقط إنه الـ BMI يكون أصغر من 25 وزين واضح جدا يعني حنا كتبنا خلونا رجع للشي اسم اللي كتبناه من قبل زين إذا الـ BMI أصغر من 25 وأكبر من أو يساوي 18.5 نطبع normal إذا لازم يتحقق كل الأثنين هذولا زين لازم يكون الـ BMI أصغر من 25 ويكون الـ BMI أكبر من 18.5 هذا بالضبط اللي جالس سوي الكمبيوتر يحسب ذي الـ BMI أصغر من 25 هذا true فعلا خلونا نتأكد من الثاني زين true and مضبوط حطنا and الآن راح يحسب الثاني هل الـ BMI أكبر من أو يساوي 18.5 نعم فعلا الـ BMI أكبر من أو يساوي 18.5 زين إذا في هذه الحالة راح هذا طبعا عطانا true مضبوط بما أن هذا true وهذا true طبعا راح نحطه هنا زين فإذا الآن هذا بأكمله بما أنه true و true زين إذا تحقق كل الشرطين إذا الشرط هذا بأكمله تحقق مضبوط إذا راح يتجه الشو اسمه أيوة إذا تحقق الـ F إذا تحققت الـ F مباشرة نفذ الجملة التابعة لها وبالضبط اللي هنا جالسين نفس الكلام اللي كتبناه هنا وإلا إذا الـ BMI أصغر من 25 وأكبر من أو يساوي 18.5 طبعا لي normal وهذا فعلا اللي صار عندنا الـ BMI عبارة 24.6 اللي هو أكبر من أصغر من 25 وأكبر من أو يساوي 18.5 فإذا جينا هنا نطبع normal زين إذا نطبع normal وهذه عملية الطباعة الآن راح تتم عملية الطباعة طبعنا normal إذا لاحظتوا طبعنا normal هنا زين الآن وش راح يكون بالنسبة للجزء هذا من البرنامج راح نشوف هنا الأول مرة خلال الدروس اللي خدناها إنه فيه أجزاء من البرنامج أو فيه أصطر من البرنامج ما تتنفذ زين هذا شي مهم جدا 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 زين مجرد أن نتحقق الشرط وتحققت الـ F هذه ما يحتاج أن ننتقل للجزء الباقي زين ارجع معي مرتين للكود اللي كتبناه قبل إذا مثلا أنت والله جيت الحين أنت بتشوف هل الشخص مثلا underweight ولا normal جيت أنت شفت شيكت هل والله البيم اي حقه أصدر من 18.5 لا طيب هل البيم اي حقه بين 25 وبين 18.5 ايه إذا اطبع normal خلاص ما يحتاج شيك على أشياء هذه زين لو لا يمكن يكون البيم اي حقه هنا وهنا لا يمكن الشخص يكون normal وأورويت نفس الوقت مضبوط في ذلك حن نحطينا وإلا هنا زين فإذا تحقق الشرط زين طبعنا normal وبعد كده التنفيذ انتهى خلاص تنفيذ البرنامج زين مزين؟ أرجو أن يكون هذا الشي واضح طيب خلو نجرب الآن تنفيذ آخر خلو نجرب مثلا شخص يكون obese مزين؟ طيب نرجع مرة ثانية نبدأ التنفيذ من جديد مزين؟ نسوي سكانر خلو نمشي الجزء هذا بسرعة طيب الآن طلب مننا نقرأ الوزن خلو نعطي شخص يعني يكون وزنه جدا عالي مثلا شخص مثلا وزنه 100 كيلو مثلا الآن نقرأ الطول يكون طوله مثلا متر وستين سانتي متر وستين سانتي طبعا لا شك إنه الشخص هذا ببيس أو سمين جدا طيب قرأنا الطول الآن نحسب البيم آي حق الشخص البيم آي حقه يساوي 39 طبعا بغض النظر عن تنفيذ برنامج قبل ما تشوف تنفيذ برنامج واضح إنه البيم آي حقه عالي جدا يعني بناء على الكلام اللي جانا قابل واضح إنه البيم آي عالي جدا إذن راح يكون الشخص هذا أوبيس زين خلو نشوف كيف الكمبيوتر يساوي الشي هذا مضبوط أول شي راح ياخذ البيم آي يشوف الشرط الأول هل يتحقق ولا لا الـ f statement الأولى هذي مضبوط شرط الـ f statement هل تحقق الشرط false لا إذن ينتقل للجزء الثاني لاحظ إنه ما نفذ سطر 14 أو العبارة الموجودة في سطر 14 ما نفذها لأنه ما تحقق الشرط طيب خلو ننتقل لبعده مضبوط الآن نجي للـ f الثانية هل البيم آي أصغر من 25 وأكبر يعني بين الـ 18.5 وبين الـ 25 مضبوط جاسين حنا نحسب لا طبعا false and ما يحتاج هو الآن حسب الجزء هذا زي البيم آي أصغر من 25 هل البيم آي أصغر من 25 لا البيم آي ليس عيس 25 فقال لك false and أي شيء رح يعطينا false أكيد مضبوط إذا ما تحقق الشرط الأول هنا هننا نبغى يكون البيم آي بين الـ 25 والـ 18.5 إذا كان مجرد إنك تشفت إن البيم آي أكبر من 25 ما يحتاج روح أشيك واشوف هل البيم آي أكبر من 18.5 هذا بالضبط اللي صار عندنا هنا زين وهذا ما يسمى بـ short circuit يقول لك بدلما أننا نجلس نحسب بدلما أننا نضيع الوقت نضيع وقت الكمبيوتر نحسب هل البيم آي أكبر من 18.5 ما يحتاج لأنه الـ and هنا لازم يتحقق كل الاثنين هذولا مجرد إنك يعرفت إنه اللي علي سار هذا ما تحقق إن البيم آي أكبر من 25 ما يحتاج روح أتعب نفسي وضيع الوقت وأحسب هذا خلاص مجرد إن هذا false إذا لا تحسب هذا انتهينا مضبوط خلاص انتقل مباشرة الجملة اللي بعدها زين فإذا برضه مرضها يلاحظ أنه سطر 16 قفزناه زين محتاج إننا ما نفذناه لأنه ما يتنفذ إلا إذا تحقق الشرط واضح جدا مجرد إن البيم آي أصغر من الثلاثين ما يحتاج نحسب إذا كان البيم آي أكبر منه 25 البيم آي أصغر أكبر من الثلاثين زين إذن هذا اللي علي سار الجزء اللي أيسر هذا false زين ما تحقق الآن نجي نحسب هذا كامل زين حتى نحسب هذا كامل ما يحتاج نحسبه خلاص يعني واضح إن القضية إنه راح تكون false زين لأنه false and أي شيء false وهذا ما يسمونه بالlogical table راح شواله أكتبها في درس إن شاء الله قادم فإذا نقول false عند أي شيء false إذا الشرط هذا ما تحقق ننتقل مباشرة لبعده ونقفز السطر رقم 18 أو العبارة اللي موجودة في السطر رقم 18 زين قفزناها نروح للشرط الأخير الشرط الأخير يقولك هل البيم آي أكبر من أو يساوي الثلاثين نعم فعلا البيم آي أكبر من أو يساوي الثلاثين زين خلو نشوف هذه المقارنة تمت راح تتم هنا عند الكمبيوتر يعمل عملية المقارنة فعلا تمت المقارنة الشرط هذا متحقق بمعنى إنه الإكسبريشن هذا اللوجيكل إكسبريشن هذا عطانا true بما أن الشرط هذا تحقق إذن نقوم نطبع كلمة obese للمستخدم وهذه عملية الطباعة obese وزي ما تلاحظ هنا طلعت الطباعة obese وانتهى تنفيذ البرنامج انتهي هنا من تنفيذ البرنامج هذا بكل اختصار وهذه هي الف statement إن شاء الله نتقل شرقة الدرس قادم ونشوف أنت لا يضيفي على الف statement كذلك إن شاء الله نشرح الف statement بشكل أكثر تفصيل ونوضح قواعد وشروط كتابة الف statement أرجو إنه من خلال المثال هذا إنك تكون فهمت ما للف statement أو الجملة الشرطية كيف ما تشوف problem تعرف إنك تحتاج ف statement كيف تكتب الف statement أو pseudocode يعني ها السودو كود هنا كيف نكتبه عساس إنه نعرف يعني قبل ما إنه نكتب البرنامج كيف نكتب يعني نعرف وش الف statement وش الشروط اللي عندنا في الف statement اللي راح نكتبها وبنان وإذا تحقق كل شرط أي واحد من الشروط هذي وش راح يصير ثم بعد كده كيف نحول سودو كود هذا اللي عندنا ونكتب البرنامج الرئيسي اللي في الجافة على شكل الف statement وأخيرا كيف تتنفذ الف statement وكيف إنه ال control flow أو تنفيذ البرنامج ولأول مرة ما عاده ماشي سطر سطر أو عبارة عبارة بل لأول مرة نلاحظ إننا في شروط وبناء على تحقق الشرط هذا يتم تنفيذ عبارة معينة أو سطر معين مثلا سطر 14 أو سطر 16 مثلا يتم تنفيذها أو لا شكرا